تعال بقى نخش على موضوع مهمة قوي 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 ولسه في اطار الجانب ده تحديدا وفي اطار ما يتعلق بالنادي الاهل يعني الاهلي كسب اول مبارح صح كسب كام كسب خمسة كام خمسة تلاتة الاهلي كسب بخمسية تاني يوم الصبح عشر ساعة ما عداش عشر ساعة على المطش عشر ساعة اتناشر ساعة على المطش احد البرامج في احدى القنوات العامة يعني نزل لك خبر يقول لك ايه بيتسو مسماني يضع كهرباء على قائمة الراحلين في النادي الاهلي لا يا شيخ لا بجد ما تهزرش يعني للدرجات دي مبين انت مأك للدرجات دي يعني مش قادر تصدق اللي حصل في المطش لازم تكرروا بالهزيم لازم تكرروا بتفوق الاهلي ودي بداية اصلاح اي شيء الاهلي لما خسر مثلا انا هقول لكم مثله الاهلي لما خسر ثلاثة واحد من زمالك ايام فيلر الناس احترفت ان فيلر مش مركز الاهلوية قبل اي حد فيلر مش مركز احنا مش حلوين لما خسرنا ثلاثة واحد بعد كده خسرنا ضربات جزائق بقين السوبر او كان قابليها كان ضربات جزائق الاهلي كان بسيطر طول المطش وكلام مندي فيما عدا ذلك الاهلي بيكسب وتعادل المطش بس مع الزمالك في دور تالي سال فاتت لكن لما عشان تصلح حاجة لازم تعترف بالخطأ لازم تنزل على ارض الواقع كده وتعرف ان الاهلي تفوق ع الزمالك وفاز خمسة ع الزمالك ما تجيش انت تقول لي اصل كهربا مسلماني حطه فيه طب انا بقولك يا سيدي اهو قناة الاهلي انا بلاش يا انا اهو امير هشان في قناة الاهلي بقولك اهو كهربا موجود مع النادي الاهلي ما فيش اي مشاكل بينه وبين مسلماني تقييم كهربا دايما من اداءه فيه التزام كبير قوي قوي عند الكهربا من ساعة اخر مشكلة حصل وبالمناسبة اول حد اعلن عن عقوبة كهربا التاريخية الكبيرة كان النادي الاهلي الاهلي مش مستني حد تاني يقول اي اي حاجة او يعني لو فيه لعيب ماشي اه بيبقى الموضوع معروف في الدنيا الناس تتكلم والاهلي بيعلم لكن كهربا عنصر اساسي من عناصر النادي الاهلي من عناصر فرقة النادي الاهلي هتقول لي ما هو ملعبش اصل من مطشن الفتح هقولك الاهلي عنده قايمة قوية جدا من اللعيبه الاهلي محتاج لكل القايمة دي في موسم مليء بالبطولات والتحديات الهامة اوي كله حيلعب وثقة كبيرة في امكانيات كهربا فما تركزوش يا جماعة وارسلت الجمهوري ما تركزوش مع الحاجات اللي زي دي كل الاحترام للزميل اللي عرض طبعا انا بحترم كل زميلي وبحبهم ومعنديش اي مشكلة لكن لما تجي على حق الاهلي لا لازم نقف لما تحاول تخلق ازمة على غرار ما يحدث على مدار الفترات اللي فاتت لا لازم نقولك انا ستوب احنا ناس صرحة اوي مع بعض في الاهل ايه فيش اي مشكلة كهربا ايه ما فيش اي مشكلة مسلماني عنده مشكلة مع كهربا ما فيش خالص انسوا الكلام ده انسوا الكلام ده ده فيما يتعلق بكهربا بس خلي بالا كجمهور للنادي الاهل دي رسالة ليكم خليكم مركزين مع الاخبار اللي زي دي ما تقفوش عندها ولا تصدقوها خالص خالص لان انتوا عارفين الغرض منها ايه ده فيما يتعلق بكهربا وارجع عندي جزئية بتتعلق بعلي معلول وبتتعلق بمسلماني غاية في الاهمية هتكلم عنها بالتفاصيل استنون